السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمنطقة الرفق حيث حقق الفائز جيمس نيلور كأس الشوط الأول كما قدم كأس الشوط الثاني إلى فراس سامي أما كأس الشوط الرابع فقد ذهب إلى جعفر كاظم وكأس الشوط السادس إلى الملك الفائز إبراهيم العفو كما تم تقديم كأس الشوط الخامس إلى محمد جمع أما كأس اللجنة الأولمبية فقد ذهب إلى المضمر الفائز يوسف طهر حقق نادي النصر فوزا مهما في مستهل مشواره في بطولة الأندية العربية الرابعة والثلاثين للكرة الطائرة والمقامة حاليا في مدينة السوسات تونسية وذلك بعدما تجاوز بنجاح يوم أمس عقبة ميناء الزهراء اللبناني بثلاثة شوط مقابل شوط واحد ليكسب بذلك ثلاثة نقاط مهمة في طريقه نحو التأهل للدور ربع نهائي من البطولة انطلقت بطولة أسيا للمبارزة للشباب والناشئين والتي تنظم بين المملكتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية من ملكة البحرين وذلك تعترعات كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هذا وكانت لجنة المنظمة العليا لبطولة قد عقدت مؤتمرا صحفيا تم خلاله عرضا لاستعدادات نهائية لاستضافة البطولة الأسيوية اللجان مشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين صار لهم فترة يستعدون والحمد لله الأمور كلها جاهزة لاستضافة البطولة الأسيوية والفرق بدأت تحضر كم عسكرات داخلية استعدادا للمشاركة عندنا 28 دولة بتشارك إن شاء الله في البطولة الأسيوية للشباب الناشئين على مملكة البحرين وحياهم الله إن شاء الله كلهم يكونوا موجودين بيانا تهل فريق والمحرق للمباراة النهاية لبطولة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم وذلك بعد تغلبه على النجمة بستة هداف مقابل هداف واحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على السادي مدينة خليفة الرياضية في الدور النصف النهائي للمسابقة هداف المحرق جاءت عبر ثنائية للعب عبدالعبد فيما أضاف إسماعيل عبداللطيف إبراهيم المشخص والمحترف السويدي أدمير والمحترف الأسبكي جوديف الأهداف الأربع المتبقية لفريق المحرق هداو أحرز المحترف البرازيلي جليمو هدف النجمة الوحيد في الدقيقة الحادية والثمانية المحرق سيواجه في المباراة النهاية الفائز من مباراة الدور نصف النهاية الثانية والتي تجمع بين الأهل والرفاع عند الساعة سادسة المساء اليوم على ملعب مدينة خليفة الرياضية